السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر والمولف أسوك حسن لقائنا اليوم اللي هو اللقاء كلقاء تمهيدي حول واحد برنامج اللي هو برنامج مهم جدا جدا التي تعتبر من المهارات الأساسية في القرن الـ 21 هاد المهارات بما تسمى المهارات النعيمة أو المهارات الليينة يعني بما يسمى بالانجلي هي soft skills اللي فيها مجموعة دي المهارات حسب المتطلبات دي السوق حسب المتطلبات حتى التحديات الشخصية وهذا العصر اللي تنعيشوا فيه فهذا التطور اللي هو غدي بحث تطور مستمر لهذا نعرفكم إخواني خبتي كرام على نفسي الاسم دي أسوكا حسن عندي مجموعة دي الإصدارات في مجال دي الـ Development Personal من الإصدارات كالإصدارات ورقية وكالإصدارات اللي تتواجد على أمازون اللي بحكم تنعرفوا احنا مجموعة دي الأشخاص اللي ولو تيقتنوا كتب الإلكترونية أكتر من الكتب الوراقية وتنربحوا وقت أكتر وأكتر قمنا بعدة دورات سواء في مؤسسات سواء في جامعات سواء في مدارس سواء في مؤسسات حكومية ووزارية اللي بدورنا خدمنا بهذا المهارات مجموعة دي المهارات في التواصل في التفاوض يعني نزاعات في التوتور لاحتراق الوظيفي كمجموعة دي المهارات اللي تقسمناها مع ذلك الفئة المستهدفة كموظفين وموظفات باش يكون عندهم حتى حديات خاصة في المجال الوظيفي ديالهم وحتى في المجال الشخصي والعائل والاجتماعي لهذا إخوانا أخواتي كرام إحنا بينا نتكلموا عن هذه soft skills لكن قبل ما نتكلموا على هذه المهارات النائمة قصنا نعرفوا ماذا نعني بالمهارة ماذا نعني بالمهارة إلا جينا نتكلموا إخوانا أخواتي كرام ماذا نعني بالمهارة يعني المهارة هي قدرة الشخص والخبرة ديالي في أداء واحدة مهمة معينة واحد لطاش لهذا إحنا خلال الممارسة وذلك التمرون المستمر هنا تحصل على واحدة نتيجة خلال المتابرة دياله والجوء دياله وهو غير تحسن تطور في ذلك المجال المعين إذا يكتسب واحدة المهارة ولكن إلا جينا نقارنها بالمهيبة باش مقصناش نديرو هنا خلط في المعاني ماذا نعني بالمهيبة المهيبة إلا جينا نشوف المهيبة إخوانا أخواتي كرام شيء آخر هنا أشياء نقوله المهيبة هي الذي يمتلك ذلك الفرط بالفطرة بلا ثمارين بلا تدريف في التواصل عنده مهيبة في الغيناء عنده مهيبة في الرسم عنده مهيبة في الطبق عنده مهيبة في التمثيل عنده مهيبة يعني في ربط العلاقات بكل سهولة هذه الأشياء اللي تقوم بها هي قدرة على القيام واحد الشيء معين واحد الأمر معين اللي تيمتلكها ذلك الفرط بالفطرة ولكن إلا جينا ندير المقارنة بالمهارة وبالمهيبة واحدة الخبرة تنكتسبها هنا الخبرة يعني تحصل عليها ذاك الفرط أو ذاك الشخص بالتعلم والتدريب يعني هالشينا غادي نديرو احنا في هذه المهارات ديال اللي صوت سكيز أو بنسمى المهارات النائبة بخلاف مني تتكلمنا عن المهيبة مهيبة واحد الصفافيطرية تتول بهذاك الفرط وعنده ملكات خاصة دونك مني تيقوم بواحد الأمر معين ومني تيزيد تيدرب أكتر أكتر تيولي تيبدع فيها المهارات تطلب لنا وقت وجود باش تدورها متى تكون عندك ديالك المهيبة أو الهيبة الإلهية دونك احنا ما تطلب لناش وقت يعني تنسخل بعض بعض الأشياء وبعض النوقات وفعلا تتحصل الأمور وتنولي تنبدع فيهم احنا أشياء نقوله واش أنا كاكوتش واش ممكن تعلم هاد المهارات النائمة فعلا ممكن تعلم وتكتاز بهاد المهارات لاني إلا كانت عندك القدرة والإرادة يعني ومصادر ديال التعلم بحل الدورات بحل الدورات يعني ممكن تنطرق وتمشي في ذاك المجال وتعلم مهارة من المهارات احنا بنيتنا تكلم عن المهيبة تتكون عنده واحد ناس محدودين حلا إنه ماشي واقع عندنا احنا كاكين بعض الأشخاص ما تيكتشفون بعد ديرهم حتى تيفوت الوقت عليهم لهذا احنا بنيتنا تكلم عن المهارة المهارة دائما باش تبعين عندنا وباش نكتسبوها واحد تطوير مستمر يعني وتمارين اللي هي مستمرة المهيبة قصني البحث على انت تكون مخبية مختفية لك لابده باش نكتسبوها لابده باش نتعرف عليها لابده باش نقوم برعاية دائلها باش تطور وباش تنمى دونك احنا باختصار المهارات النعيمة رات تدربو عن الأشخاص يعني كيفما كانت كين ما شاء الله بأن الأشخاص عندهم مهارات تواصل كين ما شاء الله بعض الأشخاص عندهم مهارات الإنسا كين ما شاء الله بعض الأشخاص عندهم مهارات بحل النزاعات كين ما شاء الله بعض الأشخاص اللي عندهم مهارات كذلك في التفاوض دونك هادو كان هم أشياء اللي تنقوموا بها ولكن اخواني أخوتي كيرام أشنو تنعنيوا بالمهارات النائمة دونك نتكلمنا دبع على المهيبة وتكلمنا على تنقلو المهارة دبع أشو تنعني بالمهارات النعيمة والمهارات اللينة أو ما يسمى يعني هدو مهارات ديال القرن ديال العشرين دونك هدو أشياء اللي تنخدمو بهم أشو تنعني بهم إلا جينا نوضحو نوضحو أكتر بستو الأمور المهارات النعيمة اللي كيلتسميها بإنها مهارات ديال القرن 21 هي مجموعة واحد ديال وحد القدرات واحدة شفات اللي شخصية دونك كيفاش يتفعل هدو الفرط بينه بنبسو كيف يتفعل الآخرين كيفاش تيدي الأداء الأداء ديالو في بيئة العمل في الحياة اليومية وهدو كان هم مهارات مهمة جدا جدا باش داك الشخص يحقق واحد النجاح الشخصي ويحقق واحد النجاح مهني دونك هدو هي المهارات النعيمة ولاجينا نتكلمو يعني من ناحية ديال ديال المهارات اللي تنكتسبو من خلال التمرن را كذلك بحل المعرفة لتنكتسبو من خلال تعلم دونك هنا سؤال اللي نرجع لكم إخوانا أخوتي كرام واش الجانب المعرفي يكفينا في هاد العصر واش الجانب المعرفي يكفينا في هاد العصر هنتقسم معكم واحد الفيديو ونحاولو نشوفو هاد الفيديو واحد دقيقة نتقسمو هاد الفيديو ونحاولو باش نعلقو عليه ولا سي اخوانا نتبر السورة محاولو الموسيقى دونك اخوانا أخوتي كرام هادا فيديو هنتمنع أيكون أم بارتاجي هنا تلاحظوا بأنه في هاد الفيديو اخوانا أخوتي كرام هنشاهدوا مجموعة ديال التطورة تغييرت اللي وقعت في العالم بشكل سريع في الان كين واحد تطورة كرسلي وهنا تنشير يعني كيفاش احنا بنا نواكبه كبشر او كاشخاص بنا نواكبه هاد السرعة اللي غادي بها وهنا تنشوفو يعني واحد مجموعة ديال الوظائف كون علي يقين ستختفي ومجموعة ديال الوظائف اللي غادي تطور ومجموعة ديال الوظائف اللي غادي تبان جديدة لهذا واش احنا فعلا غادي نحتاجو المجموعة ديال الأشخاص غادي نحتاجو المدين غادي نحتاجو السائقين غادي نحتاجو يعني أطباء غادي نحتاجو معلمين ممكن نحتاجوهم ونحتاجوهم بواحد شكل مطلوب حسب يعني متطلبات ديال السرعة شوفوا لاحظوا معي هاد الماشين بإنه تتبنينا الكمبيوتر تتبنينا واحد روبوت تتبنينا شوف شوف بخلال الصورة خلال الصورة يعني تيقوم بوحد العمل اللي هو متقين شوف كذلك عندنا هذه الشاحنة اللي هي بدون سائق ساحنة بدون سائق شوف الوظائف كتا تطور شاحنة بدون سائق نحن شوف عدتني أمازون رأي استغنات على الإيزام برويكام هم تيخدمون عندها في المخازين ديها استغنات عليهم استغنات ولا عندهم الصفر يعني شوف كذلك في السيبير ماشي مجموعة دي الأشياء ما بقيش نحتاجو ديك السيداء اللي كينا في داك الكيس وتتحسب بنا كل شي تيدوس أوتوماتيك مو تتحسب تتخلص بلاكات دوك نحض نا أشياء شوف حتى القادية ديال التوصل عند أمازون كيفاش تتوصل بدك الطائرة الصغيرة شوف متطلبات ديالك في بغيت ديشي يعني هاد الأشياء غديو تتطور وتتلاحظوها وخاصة حنا بدينا تنوعه بهذا الشي من خلال سبحان الله من النقع كوفيد دات الأمور تتشنجا دينا الأمور تتشنجا وغاديا الأمور بهذا الشكل لهذا إخوانا أخوتي كرام حتى الطيب غادي تغيير أكتر وأكتر واش حنا فعلا الجانب الأكاديمي والجانب المعرفي واش كافينا في هذا الشي دونك هنا باش نكملوا في الكلام إخوانا أخوتي كرام باش نستمروا احنا في هاد الحياة دونك واشنا نشتغلوا يعني جانب اللي جانب مع ذاك الرجل الآلي رأخصنا إخوانا أخوتي كرام يعني نغيروا واحد المجموعة دي المعارض عشنا نقع في الجامعات مستقبلا كيف يشترح التعليم وطلع حدونا في مجموعة دي الجامعات هو لو تي استخدموا ذاكا العاطفي وطلع حدوه بإنه تعلم داتي لإنه ذاك شي تطور تطور يعني بقينا نقدروا نستغنع وعلى ذاك المعلم والأستاذ التقليدي خاصة التعليم غادي وتي تطور دونك هنا لاحظنا شنب جموعة دي الصوار شنب جموعة يعني دي المهن اللي غادي من أمازون من وسائل دي النقل يعني أشياء اللي ما شاء الله اللي غادي بواحد إنتاجي هذا عصر دي الإنتاجية مبقاش دك عصر بشوية وبشوية دونك ممكن نستغنعوا على الشخص ونحصلوا على خدمات اللي هي سريعة الشخص هنستغنعوا على عشر عشر وواحد ربو واحد اللي يكون دك شي دونك هنا أشنو تنسي نجو بإنه راح الجانب المعرفي لا يكفي بنو العالم تي تطور من ناحية الجانب المعرفي إنما قس تكون عندنا مجموعة دي المهارات باش تأقلم أنا مع التحديات دونك باش إحنا كقيادين أو كمدربين أو ككوتش دونك كيفاش أو كمعلمين أو كأسيدة كيفاش تحنا نفكره بدائل ومن البدائل اللي تي نصح بها العلماء وعلماء الإجتماع والعلم الإنسانية وعلماء النفس اللي تيقول لك راح هاد الجيل اللي يجدي كيفاش ممكن نوفره له هاد جيل المستقبل نوفره له يعني يتسلح بهذا المهارات باش يكون قادر باش يواكب بهذا الحياة اللي هي فيها تحدية اللي هي اكترى دونك راح هنا راح كينا في المستقبل لان كين سرعة الإنجاز إخواني أخواتي كرام كين دقة في المواعيد دوكرة تحنا راح تستنتعلم كيفاش نزو وفي المقتصر كيفاش تكون عندنا دقة تحنا في المواعيد كيفاش يكون عندنا دقة تفكير النقيد كيفاش احنا تكون عندنا واحد المهارات اللي هي متميزة لمهارات نقدر نواكب بها هالتطورات دونك دراسة كي قلت لكم كما تقول دراسات اللي هي درس بإنها غادي تختفي واحد المجموعة ديال الوظائف اللي غادي تختفي رابخيسك واحد ستمائة غادي باردو غادي تبانو واحد المجموعة ديال الموظيف رابخيسك ديال ستمائة وظيفة جديدة أغلبها ما حد الآن باقي ما عارفينها شي اللي عارفين منها القليل القليل دونك واش احنا مستعدين باش نجهزون يعني الأبناء ديالنا واش احنا مستعدين باش نسلحوهم مجموعة ديال المهارات فعلا شوفوا هاد الصورة كايدة بالبيل الأزود بإنها في الول كان الشارع كامل وعمر أحصينا ديبولو عمر كامل السيارة وحيصان واحد ولا جينا نتكلموا على هاد الأشياء پاضون إلا جينا نتكلموا على هاد الأشياء كامل ها إخواني أخوتي الكرام يعني لاحظوا معايا شوفوا أنتم لاحظوا معايا بإنه راه الجانب المعرفي راه يعني بتطور أكتر وأكتر ارتخصنا الجانب المهارات شوفوا معايا حني بعض الصور اللي أنا كنت بحث عليهم في الانترنت من خلاف انتا نشوفوا هذه القنطرة دي البورغراك بين إسلاع وربات شوف كتطورة الأمور شوف كتطورة الأمور هذه صور يعني شوف لحدنا واحد المحطة دي القطرة القنيترا ومحطة القطرة يعني القنيترا الجديدة شوف كتطورة الأمور يعني أنا من ناحية العين من ناحية تطورة شوف لحدنا هنا ببرواح ونلاحظوا هنا هذه الصورة ببرواح شوف هنا كين هير بعض النساء اللي هما على الرجل ديالهم وشوف هنا السيارات قليل بعض الأشخاص هنا كدليك مراكيش يعني بجموع هذه الصور اللي الأمور غاية تطور إخواني بواحد الشكل اللي هو الشكل اللي ليسرع احنا عشنا هما هاد الأشياء اللي ممكن ندرسوهم في هاد المهارات النعيمة والمهارات اللي نعينا كين باقتصار مهارات التواصل حيث مهم ماشي تجيه هي تتخلقنا المشكل يعني في المجتمع ديالنا وفي التواصل ديالنا في الأسرة في العمل في أي عمل وقبل ما يتكون مهارة التواصل نتعلموا كذلك المهارة ديال الإنسات وحنا هاد مهارة التواصل نشوفها يعني باللانس خونزاكسيوني كيفاش نتعلموا مهارات حل المشكلات واتخال القرارات كيفاش مهارات تحديد الأهداف وإدارة الوقت كيفاش مهارات التفاوض والإقناع كيفاش مهارات القيادة والعمل الجماعي يعني كين مجموعة ديال المهارات إخوان أخواتي الكرام اللي مهمة جدا جدا إلا جينا نتكلموا نضحوا بعض النقاط اللي هي بخصوص المهارات اللي كين راكين داك شي كتير يعني كتير ودائما داك شيف تطور حيث لا تكلمنا على الاتصال إحنا مثلا يعني وش بنا وتنتواصل معاك وتنتحور معاك وتنتفهم يعني كيفاش أنا نخلي راسي تنأضبط لزوت كيفاش نعرف أنا تنفهم الشخصيات كيفاش يعني تندخل واحد معا واحد المجموعة وتنسج معهم يعني هذو أشياء كيفاش تنسج النقاط القوة في الشخص باش يعطيني أداء أكتر وتنسج النقاط القوة باش نعطي أداء أكتر يعني قدرة على التواصل بفعال مع الأخرين يعني يخص نفهم الرسائل لمكتوبة رسائل شفاوية تعبير على الأفكار يعني مجموعة هذه الأشياء خاص يكون عندي لا أستطيع باش نتقاسم الخبرة مع الأخرين وعندي يعني أفكار وعندي معارف قيمة ولكن ما تنقدرش نقدمها الأخرين وقاع إلا قدمتها نقدر تنختلف معهم في وجهات نظر الأخرين وإحنا الاختلاف راه يجوز اختلف بأكسر نقطة قوة كذلك تلاحظ بأنه كان بعض الأشخاص ليهما قياديين واش القدرة تكون فريق تكون أهداف مشتركة واش عندنا قدرات اتخاذ قرارات تكون قرارات مناسبة في الوقت المناسب تكون قرارات صائبة يعني مجموعة هذه المهارات لا ما سهل وخاصة خاصة الحلول الإبداعية نبعدو لك الحلول التقليدية يعني القدرة على التفكير إيجاد حلول جديدة المشكلات ما نبقوش حين تنخدم ذلك النمط اللي هو القديم وكل هذا شي كل شي سيعتمد عليك أنت كشخص كيفاش تحفز نفسك كيفاش دير إدارة ديال ديال كيفاش تنضم وقتك كيفاش يعني ترتب المهام ديال كيفاش تحافظ على التحفي الشخصي كيفاش تستمر في التعلق يعني هذا عصر جديد كيفاش تكون عندي القدرة على التكييف يعني مع التغييرات مع الظروف مختلفة بشكل إيجابي وبناء بشكل إيجابي وبناء مثل نقشور دونك هادو أشياء أشياء إخونا أخوتي كرام اللي مهمة وهاد مهارة مهمة جدا جدا ليه مهارة القرن 21 ليه مهارة المستقبل هاد هاد شي اللي اللي قصنا ندربو عليه كاملين ونقدروا نكتفيوا بهاد القادر دونك حنا درنا درنا القعاج وخوى القعر كانت لسلدات تونت اللي اكتيفي حيث وصلت 14 و 13 دقيقة لسلدات تونت لسلدات تونت لسلدات تونت لسلدات تونت لسلدات تونت حيث عندنا وقت محدد دونك هنا بغيت تفكر معايا في هذا المشهد نفترض بإنك دخلتي لواحد المسعد واحد للسنسور وانتما أربعة الأشخاص نفترض ربعة هنا عندنا صورة 3 المسعد واركتي على الزير تغطية الزير بشا الطبق الأول الطبق الثاني هو يوقع مشكل انت كشخص من ذلك الأفراد كيتصرف ممكن تخلى لنا في كومنتر وحنا غادي نكملو إن شاء الله اللقاء الثاني التي يكون تمهيدي إنما إخوانا أخوتي كرام نحترمو الوقت 13-14 دقيقة أي لي اكتف سلدات تونس رات تكون اكتيفيا ديري 13-14 تي اكتيفيا ولا سلدات تونس يعني باش ناخد موحد إحنا كونو بدين تشجيل باش ما تنبقوش نتشوشو على الآخرين وشكرا لكم والفيديو تصلوا بي وعطونا تعليق دلكم على الصورة الأخيرة وتبارك الله عليكم شكرا